اهلا بكم مشاهدين لهذا الموجز الاخباري عقد في منطقة الردود بوادي حضر موت لقاء عام لابناء حضر موت دعا له اعضاء لجنة لقاء حضر موت العام وتدارس اللقاء الخطوات التصعيدية ضد المنطقة العسكرية الاولى ودعم شباب الغضب وايد المجتمعون التصعيد الشعبي الذي يقوده شباب الغضب لانتزاع حقوق حضر موت وتعزيز الامن في الوادي هذا واكد المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي قتل ثلاثة مواطنين واصيب اخر بينهم طفل في انفجار لغم زراعة الميليشيات الحوثية في قرية المقانع جنوب الحديدة وتشكل الالغام والعبوة الناسفة التي زرعتها الميليشيات الحوثية في محافظات الحديدة والساحل الغربي خطرا يهدد حياة المواطنين حيث راح ضحيتها الاف القتلى والجرحى معظمهم من الاطفال والنساء نظمت مؤسسة الحياة دورة خاصة باعمال الاصداف لطلبة مؤسسة الحياة للتدخل المبكر وتستهدف الدورة عددا من ذوي الهمم لتفعيل دورهم في المجتمع وتقام الدورة تحت رعاية المجلس الانتقال الجنوبي وتستمر لمدة أسبوعين وتهدف الدورة إلى تطوير وتفعيل دور الطلاب من ذوي الهمم من أجل انخراطهم في المجتمع نهاية الموجز إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر